اشتركوا في القناة والنهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض بقى المشهد الجديد هو سين 8 وبعنوان مكتب بقى مين اللي هو كبير الملوثين بقى للا اول مرة يتفرج علينا وما كانش متابعنا قبل كده في مسرحات كابتن ايكو اول حاجة بنعملها ان احنا بنروح مع بعض نشوف الكلمات بتاعة كل مشهد بعد كده بنقرأ الفصل او المشهد مع بعض وبنشرحه وشرحه كامل في الاخر خالص بنحط شوية اسئلة باجابة عشان خاطر تسهل عملية المذاكرة والحفظ فخالنا دلوقتي كده نروح نشوف سين 8 vocabulary ونقراهم مع بعض طيب عندنا اول كلمة يعني يتخلص من get rid of طيب بعد كده فخور ب proud of سمعة reputation reputation يعمل treat treat بيئة environment environment عندنا بعد كده مسؤول responsible 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 قمامة junk 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 عفوا oops 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 وoops برضو بنستخدمها في العمية اللي هو ايه زي ما بنقول ايه يا لهوي oops تمام حيلا at once at once at once يعترف confess 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 بعد كده عندنا سائل liquid 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 اخر كلمة في الصفة ده معانا يفك يعني unscrew unscrew الصف الثاني بقى عندنا ثلاث كلمات اول كلمة فوق عطسة achoo مؤرف disgusting بتيجب معنا مؤرف او مقزز الاسوأ the worst the worst طيب خلينا بقى نروح عن طول نقرأ scene 8 اللي هو بعنوان garden gratis office المشهد ده مهم جدا 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 تمام ليه بقى لان هو كل احداث المسرحية تقريبا بتتفك في المشهد ده يعني كل حاجة بتتضح زي ما بيقولوا كده ايه ده نقطة التحول في المسرحية كلها فيريت نركز جدا فيه في النص بتاعه وكمان فاسئلته تعالوا بقى نروح مع بعض نقرأ كده النص بسم الله الرحمن الرحيم garden gratis is sitting behind his big desk طيب بيقولين ان garden gratis قاعد وراء المكتب الكبير بتاعه تمام طبعا مين اللي بيقولين ده النظام الاخروجي بعد كده بيوضح بقى ان smelly sam and greasy joe standing in the other side they are still scratching themselves يعني greasy joe بقى و smelly sam اللي هما البلوترز وقفين النحية التانية ولسه برضو عملين ايه يهرشوا كده فبيبتدي الحوار عند garden gratis بيقولين بقى did you get rid of all the barrels ها تخلصتوا من كل البراميل اللي فيها المخلفات فجريسي جو بيرد عليه وده تقريبا المرة الوحيدة اللي جريسي جو بيتكلم فيها في المشهد ده فبيقول ايه yeah we did but it was more dangerous than we thought طب نترجم الحتة دي بيقول ايه اه احنا تخلصنا منها بس الموضوع الصراحة كده بص كان ايه كان اكبر واخطر مما تخيلنا وايه واعتقدنا so we are going to double our price and if you don't pay us we'll tell the police بيقوله وعشان كده بقى احنا ايه عايزين ضعف الاجر ولو فكرت ان انت ما تستجيبش لطلبنا ده واضعف لنا الاجر بتاعنا هنبلغ البوليس فجاردان جراتي طبعا مش هيسكتله فبيقوله ايه don't be stupid تبقاش غبي who would believe you too مين اصلا هيصدقك انتو اللي اتنين you got rashes all over yourself you are scratching like monkeys بيقوله ده انتو اتفاعات الجلدية مالية جسمك وعملين تهروش وعملين زي القروض كده and you smell really bad وكمان رحتكو وحشة جدا فسميلي سان بقى هنا بيبتدي يتكلم وبيقول ايه yeah well we split some of the stuff on ourselves it's really smelly اه فعلا ده ايه رحتهم وحشة جدا بسبب ان احنا دلقنا على نفسنا شوية من البراميل دي طبعا ده اللي حصل ايه في الترميل اللي فات فبيرجع غاردن جروتي يقولهم ايه and anyway if you told the police you'd get into trouble as well يعني يقولهم على اي حال لو حبين تبلغوا البوليس انتو اللي اتنين هتقعوا في نفس المشكلة برضو زي فسميلي سان بيقوله oh i didn't think of that يقولهم اه صدق فكرتش في كده خالص فجاردن جروتي بيرجع يقولي you two really are dimwits and get out my office يقولهم ايه انتو اللي اتنين فعلا اغبية جدا يلا باطلعوا من ايه من المكتب بتاعي i hate bad smells they make me sneeze يقولهم انا بكرة الريحة الوحشة بيخلوني ايه افضل عطس and use the back door يقولهم ايه واستخدموا الباب الخالفي that so called super hero captain echo and two school kids are coming to see me for some school project they are doing يلوهم وخدوا بقى ايه امشوا من الباب الخالفي لان المدعي يعني ان الناس كلها بتقول عليه انه هو بطل وبطل خارق اللي اسمه captain echo ده جاي هو واثنين طلبة كده من المدرسة عشان ايه يتكلموا معايا ويشوفوني بخصوص مشاريع مدرسية هما بيعملوها فاسمي ليسام بيقوله you are not going to tell them about us are you انت طبعا اكيد مش هتقولهم عننا ها مش كده وقردن جراتي بيعملو ازاي of course not you dimwit يقوله لا طبعا يا غبي مش هقولهم no one knows greedy corporation is dumping our waste in the mountains ما فيش حد اصلا يعرف ان مؤسسة greedy corporation دي بتتخلص من النفايات بتاعتها في الجبال everyone believes that we are green and clean at least that's our advertising says that's what our advertising says يعني بيقول ايه الناس كلها مصدقة ان احنا ايه نضاف ودايما ايه مع النشق ولا غلطة وعلى الاقل ده زي ما بيقول الاعلان بتاعنا بتاع الايه المؤسسة فطبعا اسمالي سام و جريسي جو بياخدوا كلمتين دول في جنابهم وبايه نظام الاخراجي بيوضحنا ان اسمالي سامان جريسي جو leave بيمشوا بقى طيب بعد كده بيبتدي يوضحنا بقى جاردن جراتي بيعمل ايه جاردن جراتي starts straightening up the things on his desk and making sure everything is neat and tidy اه بدأ بقى ايه ينظم كده في الحاجة اللي على المكتب ويخليها ايه محطوطة بشكل مرتب كده تمام there is a knock at the door في خبط على الايه على الباب فبيقول جاردن جراتي كمان او ادخل يعني بيوضح لنا بقى النظام الاخراجي مرة تانية captain echo dani and amy enter dani and amy have their school bags and captain echo has his briefcase يعني ان captain echo ما دخل مع الشرطة بتاعته كمان داني وامي دخلين معهم مشروعات الايه المدرسية بتاعته فكابتن ايكو بقى بيبتدي الحوار معي بيقول له thank you for seeing us ميستر جراتي داخل باقي رسمي جدا بيقول له شكرا ان اكتفضل تتقابلنا يا ميستر جراتي فجاردن جراتي بيقول له it's a great honor to welcome you captain echo i see you've brought your two young friends how can i help you اللي هو بيقول له ايه لا ده شرف عظيم لي يا يا كابتن ايكو ان انا راح ابيك في مكتبي هنا انا شايف ان اجبت اصدقائك الصغيرين اللي اتنين معاك اقدر اساعدكم ازاي طبعا بيتكلم بيه بغتراسة جامد جدا وبتناكى جامدة جدا فكعدتن ايكو بيقول له داني و امي are doing a school assignment on how companies get rid of their dangerous waste بقول له ايه داني و امي عندهم مواجب او مشروع في المدرسة عن ازاي ازاي الشركات الكبيرة بتتخلص من النفايات الايه او المخلفات الخطيرة i told them that greedy corporation was one of the most environmentally responsible company i knew بقول له كمان انا قلت له من greedy corporation الشركة بتاعتكو دي واحدة من اكتر الشركات المسؤولة ناحية البيئة اللي انا عرفتها في حياتي انتو طبعا بتخلوا بالكو يعني من البيئة فجاردن جراتي بيرد برضو بنفس التناكع وبيقول له thank you we are very proud of our reputation and the way we treat the environment شكرا جدا ليك احنا فخرين بسمعتنا الجميلة دي وكمان الطريقة اللي احنا بنعمل بيها البيئة طبعا الكلام ده بلح فيش الكلام ده هما اصلا بيبعوظوا البيئة خالص فكابتن ايكو بيرجع يرد عليه ويقول له داني و امي لدي بعض الاسئلة يريد ان يسألون بيقول لجاردن جراتي هما عندهم بس شوية اسئلة كده حابين يسألوها بيرجع يوقي كلامه بقتين لداني و امي بقولهم ايه why don't you get them out of your bags now اي رأيكو تطلعوا بقى الاسئلة دي يلا من الشنط بتاعتكم فداني بيقول له would be happy to ده طبعا شيء يسعدنا جدا يرجع النظام الاخراجي بقى يوضح لنا وهنا بقى الحتة دي مهمة جدا جدا داني و امي open up their bags and each pull out their notebooks داني و امي بدأوا يفتحوا الشنط بتاعتهم و يطلعوا كل واحد ايه الكشكول بتاعه they also deliberately pull out lots of other books and bites of paper pencil shavings and other junk which falls all over the floor يعني ايه بقى الكلام ده بدأوا بقى ايه مع الكشكول اللي طلعوا عشان يسألوا جاردين جراتي منها كانوا متعمدين ان هما يطلعوا ايه شوية حاجات كده شوية كتب تانية قصصات كده من الورق بريات بوائي بري من الإقلام الرصاص و كمان شوية ايه زبالة كده كتت معاهم في الشنطة بقت مغرقة ايه الارض بتاعت المكتب كل فجاردين جراتي بيقولهم what are you doing could you please stop making such a mess يقولهم انتو بتعملوا ايه بعد اذنكو بطلوا البهرجة اللي انتو بتعملوها في المكتب عندي دي لان طبعا احنا عارفين ان هو بيتدايق من الحاجات دي خالص فداني اه سوري امي بترد عليه بكل براءة وبتقوله oh sorry Mr. جراتي it was an accident I'll pick it up انا اسفة جدا يا استاذ جراتي دي بس مجرد حدثة كده بسيطة انا هلم كل حاجة دلوقتي فبعد كده النظام الاخراجي برضو تاني بيرجع يوضح لنا بيقولنا ايه she stands up and tips out everything else in her bag on purpose يعني ايه بدقامت وقفت وراحت مطلعة بقى زيادة كمان كل حاجة من الشنطة بايه بغرض معين طبعا واضح ان دي خطة كابتن ايك اللي هو اللوم عليها في المشهد السابع اللي فقت فامي بتقول oops sorry again لو ايه نهر ابيض انا اسفك داني والله فجاردين جروتي بيعملها ازاي what a mess you are making me angry clean it up at once بلوم ايه البهراجة دي نضافيها دلوقتي حالا لان انتم خليني غضان جدا ومتعصب جدا فداني راح داخل هو كمان بكل براءة الايه I'll help انا ايه هساعدها بص بقى عمل ايه يوضحنا لان نظام الاخرى يقول Danny stands up and also tips out everything from his bag راخر وقف ورح مطلع كل حاجة في الشنطة وفدل ايه يدلقها فبيقول ايه بقى the floor is covered in all sorts of junk مملي بكل انواع الزبالة اللي ممكن نتخيلها Danny and Ami pretended that they are picking everything up but they end up just spreading the mess even wider يعني ايه يعني اما عملين بقى يمثلوا كده ان اما يعني بيلموا في الحاجة ولكن اما ايه عملين ايه يبهدلوا الدنيا اكتر واكتر فجاردين جروت اتعصى بقى بيقولهم ايه I can't stand this please leave at once انا بقى مش قادر اتحمل اكتر من كده من فضلوك وطلع بره يلا غدروا المكان حالا فكابتن ايه كو بقى بيتدخل وقولوا We will get out as soon as you confess to dumping the waste in the mountains أو up in the mountains بيقولوا ماشي هنتفي هنخرج من هنا بس اول ما انت تعترف عن ان انت بترمي المخلفات والنفيات دي في الايه في القبل فجاردين جروتي بيعمل بقى نفسه من بانها بيقولوا ايه I don't know what you are talking about لا لا انا ما عرفش انت بتتكلم عن ايه يا كابتن ايكو فكابتن ايكو طبعا فاهم فاعلو Maybe this will make you remember put on your nose pigs kids بيقولوا تمام ده بقى هيخليك تفتكر اطفالي حطوا حتة القماش على ايه على مناخركم ونشوف بقى هيعمل ايه بيوضح لنا برضو هنا النظام الاخراجي وبيقول كابتن ايكو pulls out a big glass jar full of liquid راح مطلع كده ايه بقى من الشنطة بتاعته بطرامان ازاس كبير مليان سائل كده داني ان امي داني ان امي each gets a close peg from their pockets and clip it on their noses طلعوا بقى حتة قماش كده وراح حطنا على ايه على مناخرهم كابتن ايكو unscrews the lead راح فاكك بقى الغطة كده بتاع البطرامان and sticks it under the nose of garden grotty وراح حطيتها كده ايه مسبتها تحت مناخير مين garden grotty who backs away nervously وراح ايه راجح كده بظاهرة عرا طول هو ايه الآن كده ام دايق فاككاردين جراتي باب يقول ايه get that away from me it's disgusting I'd show وراح ايه عاطس ابعد البتاع دي عني دي مقرفة جدا وراح ايه عاطس فاكابتن ايكو بيقولو so you are happy to pollute the planet But if someone makes a mess and brings a terrible smell into your office, it's a different story. يعني انت تلوث في الكوكب بتاعنا عادي جداً وأول محد يبهرج لك المكتب بتاعك ويخلي فيها وحشة كده الموضوع بيختلف صح? فجاردين جراتي برضو مصمم انه يعمل نفسه من بنا ويقوله I still don't know what you're talking about أنا برضو مش عارف انت بتكلم عن ايه لسه لحد الوقت كابتن ايكو بيقوله I think you do Mr. Grotty اه فعلا انت مش عارف يا Mr. Grotty Here is something else to help you remember طاب خد بقى دي ايه؟ دي كمان عشان تفكرك كابتن ايكو puts down the glass jar and pulls another one full of red liquid out of his bag راح مطلع بقى ايه واحد تاني مليان بقى ايه سائل احمر كده تمام؟ من الشنطة بيقوله ايه؟ ده طبعا يعني هو ده بقى ايه هيفكرك فبيرجع يقول برضو كابتن ايكو او النظام الاخراجي يعني بيوضح He takes off the lid خلع كده الغطة بقى بتاع البطرمان of this one as well and waves it around ورح ايه فضل بقى يروش كده فين في المكان ويفضل ايه يعملها بشكل يعني مموك كده تمام؟ امي انداني ها بيقولنا ايه بقى امي انداني take the pigs off their noses for just a second or two وامي امي انداني بقى ايه راحوا شايلين كده الحتة اللي على منخرهم ايه مجرد ثانية كده او ثانيتين فبصوا بقى امي هتقول ايه او يك that's even worse than the other one طولهم ايه ده ايه الراف ده دي اسوأ من اللي قبلها كمان فداني بقول لا that's the worst smell I've ever smelled in my life دي اسوأ ريحة تقريبا شميتها في حياتي كلها بيرجع نظام يغضحنا ان امي وداني put the pigs back on their noses بيحطوا تاني ايه الحتة بتاعت القمش دي على ايه على منخرهم garden grotty get it away from me achoo 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 اعمال ايه يعطي اسطلت مرات كده ايه ابعد البتاع دي عني فكابتن ايكو قال له so you still won't confess ها انت لسه برده مش عايز تعترف this one should do the trick دي بقى اللي هتجيب معك من الاخر فكابتن ايكو puts down the jar and pulls out another one from his bag full of blue liquid رح ميطلع بقى واحدة تانية ماليه بقى المرات ايه بسائل ازرق he begins to unscrew the top وبدأ ايه يشير الغطة برضو فكابتن ايكو بيقول له ايه wait until you smell this one استنى بقى ايه الحد ما تشم دي I'm really proud of it انا فخور بيها جدا I brought it up this morning انا عادت بقى تكتكلك كده و ايه وانا اللي عملتها بنفسي It's got rotten fish and rotten eggs and rotten وليش تهيكمل بقول له اه دي بقى فيها ايه سمك معفن وبيض معفن ورح جاردين جروتي خلاص بقى مستحملش قال له No No captain ايكو don't do that I do I confess I do I'll tell you everything I do عمل بقى ايه اعترف بقى خلاص بقول له خلاص متعملش كده يا كابتن ايكو بجد انا هاي هعترف وهقولك على كل حاجة وبكده بينتهي scene 8 المشهد الثامن فكده جاردين جروتي خلاص اعترف على نفسه انه هو اللي ايه بيعمل كل الملوثات دي في البيئة بمساعدة Greasy Joe وسميلي Sam دلوقتي بقى نروح مع بعض للquestions والانسر بتاعت scene 8 يلا بينا هنبتدي مع بعض بانسر the following questions بعد كده الcomplete دي طبعا ما متعودين فالسؤال الاول عندنا بيقول ايه what does greedy corporations advertising say الاعلان بتاع greedy corporation كان بيقول ايه طبعا الاعلان كان بيقول it says that the corporation of the company is green and clean تمام كده السؤال التاني what was the trick that captain echo used to meet guarding grotty الخدعة اللي captain echo اختلقها عشان خاطر يقابل guarding grotty بيها تفكرين it was that amy and danny are doing an assignment on how companies get rid of their dangerous waste ان ازاي امي وداني طبعا عندهم واكب على ان ازاي شركات كبيرة بتتخلص من المخلفات الخطيرة ايه بتاعتها السؤال التالت what was captain echo's plan to make guarding grotty confess السؤال ده بقى مهم جدا ده تقريبا اهم سؤال في المشهد ده اللي هي الخطة اللي هو قلوم عليها في المشهد اللي فات ايه هي الخطة بقى ممكن السؤال ده يجي في الامتحان فالطالة بتقول ما هو مقالش لا هو شارح الخطة فانا اجا عملتهلكو بالاجابة دي متقسمة على جزئين بنقول the plan was divided into two parts الخطة كتنتقسمة لجزئين part one امي وداني will make grotty angry as as they cause a huge mess in his office يعني دور امي وداني ان هما هيخلوا grotty متضايق جدا بسبب ان هما هيعملو له ايه يعني باهرجة كده وعدم ترتيب في المكتب بتاعه دي كانت اول حاجة هو قلوم انه بيتضايق منها طب part two captain echo ما هيعمل ايه captain echo will use three different kinds of smelly liquids to drive grotty crazy and make him confess to dumping the waste in the mountains يعني هيستخدم ثلاث انواع من الايه من السوائل اللي ريحتها وحشة جدا هو استخدم طبعا ال green وال red وال blue تلاتة عشان خاطر يخلي ايه يبقى مجنون كده ومش طايق ريح نفسه فيعترف ان هو اللي طبعا بي ايه بيتخلص من المخلفات دي في الايه في الجبل وبيلوث الكوكب كله تمام الاجابة دي مهمة جدا 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 كتبناها كده خدنا full mark نخش بعد كده بقى على السؤال رقم اربعة وهو why did the polluters want to double their price ليه الملوثين كانوا عايزين يضعفوا الاجر بتاعهم تفاكرين؟ لما جريت الجوء الايه؟ منقول because getting red of the waste was more dangerous than they thought كانت لما يتخلصوا من الايه من المخلفات دي او النفايات دي كانت اخطر من مهمة ايه؟ كانوا متخيلين طيب نقولش بعد كده على complete منقول guarding grotty was proud of كان فخور ايه بقى بحكتين of ايه بقى of his company's reputation and the way they treat the environment سمعت المؤسسة بتاعته وكمان الطريقة اللي هم بيعملوا بها للبيئة طيب رقم اثنين guarding grotty hates كان بيكره ايه بقى باردو حكتين ها؟ messy places and bad smells تمام؟ يعني كان بيكره الاماكن الغير مرتبة ورر ايه؟ الرواحة ايه؟ السيئة او الوحشة يعني طيب السؤال رقم ثلاثة grotty was forced to confess after the smell ها؟ grotty كان مجبر بقى ان هو يعترف بعد الانهي ريحة بنقول the smell of the blue liquid تمام؟ عاوز تكتب the third liquid السئل الثالث صح بردو فيش ايه مشكلة طب حبيب بقى تكمتقول of the blue liquid that's got rotten fish and rotten eggs جميل جدا ودا السؤال اصلا اللي عندنا هنا بنقول the blue liquid was made of كان معمول من ايه بقى؟ بنقول اهو rotten fish and rotten eggs كان معمول من ايه؟ السمك والبيض المعفنية تمام؟ كده بينتهي معانا scene 8 عارف ان هو يعني كان طويل شوية ولكن هو مهم جدا زي ما قلتلكو في اول الفيديو وبكرر تاني ركزوا على النص جدا لان اغلب الاسئلة في الترمي التاني بتيجي من المشهد ده كده ان شاء الله فضل لنا مشهدين scene 9 و scene 10 هما باذن الله هيبقوا بساط جدا لو في ايه اسئلة عندكو زي ما متفقين كل مرة بسيبلكو link بتاع الجروب بتاعنا على الفيسبوك everybody english والصفحة برضو بحيث لو حابين تسألونا اي سؤال هناك بنجاوب عليه على طول ان شاء الله استنوني في الفيديو اللي جاي بقى مع scene 9 و captain echo باي باي اشتركوا في القناة